اشتركوا في القناة يعرفوا لي كالروضة الجميلة اللي ما بين قبره ما بين قبره نعم اللي هو بيته وبين منباره هذه كروضة من رياض الجن الله لا يحرمكم منها واللي يمشي لها يعني احساس اخر لا يمكن ان يوصف نرجع للمنظومة تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ودخل ليتوضع قالت وكأنه قد اهمه شيء شنو اهمه شيء في لسان العرب فما حاجة شغلته فما عمر جلال كان شاغلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عجل توضع ثم صعد المنبرة دون ان يكلمه احدا مش عادته هدي عادته ياخد كلمة يعطي كلمة ايش نحوالك لا بس ما انا يحكي فالمرة دي على غير عادته والمسلمين نعرفوا كانوا على الدوام يزورون يعني يعمروا بيت الله تبارك وتعالى ومن يعمر مسجد الله فقط اهل الله وخاصته الجامعة مش مسايب لمن هب ودبش انتي تعمل عليهم زي باش تعمروا اللي عمر بيت الله فذلك شرفه له موضوح ان شاء الله في حسة اخرى فهو من احد سبعة اصناف يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل الى ظله رسول الله ادخل فوجد صاحبته موجودين في المسجد صعد المنبرة فقال لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر وإلا ليصليتن الله عليكم عقابة تدعونه فلا يستجاب لكم ترعش الصحابة أمر جلل جيهم أعطاهم روح الزبدة فما أمر أهمه شغاله بشكل كبير جدا وجهه كان متغير على غير يعادته توضأ فصعد المنبر فقال في كلمات خفيفات مختصرات مجازات قالهم لتأمرن لتفعلن يلزم إذا بتونسي باللهجة العامية في العالم العربي كل إما إما تأمرون بل معروف وتنهون على المنكر وإلا والله سيصلت عليكم الله الله سيصلت عليكم عذاب وعقاب تدعونه أنتم تدعوه تقولوا يا رب فلا يستجاب لكم لن يستجيب الله لكم تقول أنت يا رب ينصرنا يا رب يعطيني يا رب يأكرمني لا يستجيب الله لك كيف يستجيب الله تعالى لك وقد فشدت الفاحشة فيكم بالعكس بل انقلب الأمر إلى أتعس وأدنى وأحط من ذلك أن المرأة أصبح اليوم يريد أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا متعمدا قاصدا مع سابقية الإذنار وعملهم كل غايته أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا خلفيته في ذلك شنقة مع جميع إخلاع يقول لك موبليس لعنة الله علي لما أخرجه الله من الجنة قال له بما أغويتني لا أغوينهم أجمعين لا أقعدن لهم صيرتك المستقيم أنا ما ندخل للنارة ندخلهم وكل معي ما ندخلش وحدي زنفليقة الكل ندخلهم معي وندخلوا نس كل النار أنا متوانسين ندخلش وحدي نحبش يدخل واحد إذن أصبحنا اليوم في زمان ترى المنكر ولا تنكره ترى الخير ولا تدعو إليه بالعكس منعوت بالصبوع ربما الإنسان الذي ينهى عن منكر والإجابة التي يتلقاها يقوله شي يهمك شي مدخلك أخي نسينا الله عز وجل مدح بني إسرائيل قال ولقد فضلتكم على العالمين صحيح ولا مش اذكرهم ربي في صورة البقرة في أكثر من موضع يقول ولقد فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل فضلهم ربي على العالمين وذكر ذلك في أكثر من موضع ثم تأتي الإجابة الربانية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود شنو السبب لي خلي الله عز وجل يذكر أنهم لعنوا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود يذكر أنه اللعنة عمتهم وشملاتهم شنو الجرم اللي قاموا به كانوا لا يتناهون عم منكر ينفعلوا اللي يعمل فيها مصيبة أخترسي وضرب حوحو حوحو كل حد على روحه أنا شو داخلي ما هو عمل الحكاية ذيك أنا أموري في السليم مهمنيش فيه بل عكس بل أكثر من ذلك نجد اليوم والأسف الصاحب الساحب اللي هو كان يلزم يعني يوقع بأخيه يجبدو ليه للمنكر الذي يفعله ولا ينهىو عن المنكر لتأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر وإلا لا يصلي تنى الله عليكم عذابا تدعونه وفلا يستجبوا لكم أخي ما نشق نشوفه الوضعية متاعنا للأسف نحن توق وقت اللي اتشرت الفاحشة وعمت ويدعو بعض إليها بشكل مقرف وأصبحنا نطبع تعشين وطبع معناها أقبل كان وقت اللي أنت تشوف مثال واحد يشرب الخمر أو يتعات المخدرات إن شاء الله رب يحفظ أبنائنا الكل نشمائز نقول واه والله مثلا ولا نقول واه ذي متاع المخدرات معناها لا اليوم ولينا زينوا فيها ولينا بعض المتعاطين لهالي رب يهديهم رب يهديهم رب نشقعد نقول اللي هما الشياطين وما فيهم مش خير لا يتوب إلى الله ويصبح خير مني ومن كثير من الناس مش قاعد نشيطن فيه إنما ذي حقيقة ما يفعله هو إجرام وحرام نحن أصبحنا الإجرام والحرام وذي نزين فيه ونسميه بأسماء أخرى مثلا عنا في تونس أكيد في الأردن والمغرب ومصر وبعض يسميوها تسميات اللي انتم ما تعرفوها مش نقعد شينا نسمي لكم في تسميات اللي يقولوا فيها هم ويتغنون بها مصحوبة بالموسيقى وخليني يعني كما تعرفوا الأغنية الشهيرة مش نعقد نعملها في إشارة خليني أقلع يعني خليني أسبح مش تسبح في ملكوت الله وتهين بالخيال الجميل اللي يربطك بالله سبحانه وتعال ولو يربط بالفن كذلك اللي هو جميل اللي فيه خيال أبداية لا خليني أقلع ليغيب عقلي فأفكر في وهم وخيال فالنتيجة بتاع والعياذ بالله هو الدمار ولذلك لابد لكل واحد علينا حتى لا يحق فيه قول الله تعالى أن تكون اللعنة عليه أنه من رأي منكم منكرا فليغيروا بيده شنين المقصود بيده يجي يكسر حانة تكسير حانة أكثر من يكون من الفعل اللي داخل الحانة لا أبدا ما عاد الله ولا تشوف واحد عمل منكر تجي أنت تسبوا يعني وهذا يؤدي إلى منكر أكبر من الله عز وجل نهاية حتى الناس الذين يصبون الله أن يصبهم قالك حتى لا يصبوا الله عدوا وإثما يعني يزيدوا يتجرؤون ووصلون أكثر لا بيده معناها إذا عندك الإمكانية لصاحب السلطة صاحب القانون المشرع بالقوة يقولوا يمنعوا يحجروا سبل جلالة يحجر كذا يحجر كذا المهم فإن لم تستعد ماكش أنت من أولي الأمر لك أنت داخلية ولاك أنت وزارة عادل ماكش من أولي الأمر ما عندكش الصالحية أنك لسرق مثال ولا أعمال الإجرام فبليسانك واللسانة دي له شروط أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة مش فوضى معناها كاكة تجي تلقى ناس الآن وعوض أنه يدعو إلى الخير يدعو إلى الشر بالطريقة السيئة أنك ما تدعوهوش في جماعة النصيحة في جماعة فضيحة يجب أن تدعوها بمفردة أنك تقدم المقدمة طيبة تولين قلبه ونحن القرآن الكريم شوف ما أجمل كتاب الله عز وجل وقت لي صار حوار بين نبيه صلى الله عليه وسلم وكفار شي يقول يقول يوسف المجلمين يقول له لا نسألوا عما تفعلوا ولا تسألون عما أجرمنا شوفك الفيانة لا تسألون عما أجرمنا معناها نسب الإجرام لنا نحن نحن نجر مسلمين نحن ولا نسألوا عما تفعلوا وكأنها بشكل غير مباشر وممكن أن تتعمل فيه وممكن يكون الإجرام ولك ما قالهمش أجرمتم ولذلك أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة مش فقط الحكمة والموعظة الحسنة وبما هو أفضل ولذلك نسأل الله عز وجل أن يهدينا أن نتنصح فيما بيننا الأب ينصح أبنائه لأنه كلكم راعا وكلكم مسؤولون عن رعيته سنتحدث عنها في حسة أخرى لم يبقى لي إلا أن أقول لكم جزاكم الله عنها كل خير على حسن الاستماع والمتابعة وتعميم الفائدة بالنشر والتعليق وإبداء الرأي كذلك تصويبا وتعديلا وختاما أقول لكم كالعادة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته